بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلا وسهلا بكم في ختام إثراءات مقرر ناحية 2-3 وبالتحديد في الفصل السادس لعلكم تتذكرون ابتدأنا دراسة فصلنا السادس عندما تعرفنا على أدوار العلماء في اكتشاف المادة الوراثية اليوم نحن عندما نسأل من المسؤول عن الجينات من المسؤول عن الوراثة من المسؤول عن الصفات مباشرة سوف تجاوب أنت وأنت وتعطينا إجابة مباشرة بين المسؤول والديني، الكروموسومات، المادة الوراثية ولكن هذا الأمر في السابق كان يصعب على العلماء تحديد هذا الأمر لذلك كان هناك جهود، كان هناك دراسات، كان هناك أبحاث استغرقت عدة سنوات لنتعرف ما هو الجزء المسؤول عن توريث هذه الصفات في أولى الخطوات، أولى الأبحاث التي ظهرت معنا العالم جرفث هذا العالم درس سلالتين من بكتيريا المكورات السباحية الرئوية واستنتج جرم الحدوث تحول في البكتيريا R إلى البكتيريا S تذكرون العالم جرفث ذكر أن هناك بكتيريا كانت تسبب المرض وهناك بكتيريا R لم تكن تسبب المرض عندما كان يحقن الفئران بالبكتيريا تسبب المرض كان الفأر يموت مباشرة وعندما حقن الفأر بالبكتيريا R لم يموت هذا الفأر ثم قام هذا العالم بقتل هذه البكتيريا S وحقن هذا الفأر وأصبح هذا الفأر طبيعي لم يموت أيضا قام هذا العالم بخلط المكونات الميتة من بكتيريا S مع البكتيريا R ثم حقنا الفأر شاهد أن هذا الفأر مات هنا العالم استنتج أن البكتيريا R تحولت من R إلى S وهذا أولى الخطوات في دراسة التحولات داخل المادة الوراثية فأول من اكتشف عملية التحول هو العالم جرفث أتى بعد العالم جرفث العالم إفري هذا العالم تعرف مع زملائه الجزئي الذي حول البكتيريا أو بكتيريا السلالة من A أو من S إلى R بعد عزل الدهون والدييني والبروتين هذا العالم قام بعزل مكونات البكتيريا عزل الدهون عزل البروتينات عزل الدييني ثم أضافها إلى البكتيريا R ليتتبع من المسؤول عن نقل الصفات الوراثية شاهد أن الدييني هو من نقل هذه الصفات الوراثية فإفري تعرف على الجزئي المكون أو المسؤول عن نقل هذه الصفات الوراثية أتى بعدهم العالمان هيرشي ويتشيس هؤلاء العالمان قاموا بناء على نتائجهم استنتجوا بأن الدييني أو دييني الفيروس حقن داخل الخلية ووفر المعلومات الوراثية المطلوبة لبناء الفيروس جميعنا تذكر تجربة هيرشي ويتشيس هيرشي ويتشيس قاموا بإجراء تجارب على بكتيريا إيكولاين أتىوا بآكل بكتيريا أو فيروس بكتروفاج هذا الفيروس في الأول قاموا بحقن المادة الوراثية بمادة مشعة وفي الفيروس الثاني قاموا بحقن البروتين المغلف لهذا الفيروس كلنا نعلم أن الفيروسات عبارة عن مادة الوراثية مغلفة بالبروتين ففي الأول قاموا بحقن هذا الفيروس بمجموعة فسفات أو الفسفات المشعة وفي المجموعة الثانية في البروتين قاموا بحقن هذا البروتين بهذا الغلاف بالكبريت المشعة ثم تتبعوا هذه السلولات الناتجة داخل بكتير نحن نعلم أن البكتروفات سفيل تصق بالخلية ثم يكون نسخ داخل الخلية ثم تنتج هذه الفيروسات الجديدة لكن العلماء شاهدوا أن الإشعاع ظهر في الفيروسات التي حقنت بمادتها الوراثية بالفسفات المشعة وبالنسبة فيما يخص البروتين أو الفيروس الذي حقنها بروتين بهذه المادة الوشعة لم يحدث أي تغير في السلولات الجديدة هنا أكدوا أن المادة الوراثية المسؤولة عن نقل هذه الصفات هو الدي اناي هنا نشاهد تتبع أيضا لدور العلماء في معرفة تركيب الدي اناي وشكل هذا الدي اناي العالم ليفن هذا العالم عالم كيميائي حدد التركيب الأساسي لنيوكلتيدة فذكر أن هنا تتكون من سكر خماسي الكربون ومجموعة فسفات وقاعدة نيتروجينية ولعلنا في الصور القادمة سوف نستعرضها بشكل مفصل أيضا هنا العالم شار جاف قام وحلل كمية القواعد النيتروجينية حلل كمية الإدنين وذكر بأنها تساوي كمية الثايمين كذلك ذكر أن كمية الجوانين تساوي كمية السيتوسين أيضا العالم ويلكن استخدمت تقنية تسمى تشتت الأشعة السينية انضمت للفريق عالي ما تسمى فرانكلين فرانكلين بمعاونتها مع هذا الفريق اللي انضمت له استطاعت التقاط الصورة الشهيرة 51 لأن هذه الصورة التقطت عام 51 العالم ووتسون وكريك هؤلاء العلماء قاموا بناء نموذج جزي الديني المزدوج وهو ما يظهر معنا في هذه الصورة هنا ظهر معنا تركيب هذا الديني مما تتكون المادة الوراثية لعلنا أبرزناها بشكل كبير حتى عند دراستنا في فصلنا آآ الرابع وذكرنا بأن هنا مجموعة الديني سالبة الشحنة سوف تلتف على هذه الهستونات الهستونات طبعا موجبة الشحنة يتكون ما اسميناها بالجسيمات النووية أو ما نسميها بالنيوكليسومات هذه النيوكليسومات سوف تتكثف عندما تكثفت هذه النيوكليسومات سوف تعطينا الكروماتين هذا الكروماتين يتجمع ليعطينا هذا هو الكروموسوم إذن هذا هو تركيب المادة الوراثية أيضا تعرفنا سويا خلال دراستنا في الفصل السادس على عملية تضاعف الديني فذكرنا بأن عملية تضاعف الديني تتطلب ثلاث مراحل مرحلة فكل التواء وارتباط القواعد في أزواج وإعادة ربط السلاسل كل مرحلة من هذه المراحل كان لها إنزيماتها الخاصة التي تعمل في هذه المرحلة فذكرنا أن مرحلة فكل التواء كانت تعمل أو يعمل إنزيم فكل التواء الهيليكيز وأيضا البروتينات المتممة كذلك إنزيم الديني البادئ وفي ارتباط القواعد يظهر معنا إنزيم البلمرة وإنزيم بلمرة الديني وإنزيم بلمرة الأرن أي وفي إعادة ربط السلاسل ظهر معنا إنزيم مختلف وهو إنزيم ربط الديني هنا في هذه الصورة تلخص لنا ما حدث في عملية التضاعف ونشاهد إنزيم التواء أو فكل التواء هيليكيز هذا الإنزيم قام بفك السلسلتين عن بعضهم البعض ثم يأتي الدور الثاني في عملية تثبيت هذه السلاسل التي تبقى منفرجة حتى لا تعود وترتبط مرة أخرى لأن فكل التواء والهيليكيز قام بتكسير هذه الروابط الهيدروجينية هنا ما يظهر معنى باللون الأخضر هي عبارة عن بورتينات مرتبطة مع السلاسل المنفردة هذه البروتينات تعمل على تثبيت هذه السلاسل حتى لا تعود مرة أخرى ثم تأتي الخطوة الأخرى في عملية البناء هنا باللون الأزرق يعبر عن إنزيم الـ RNA البادي هذا الإنزيم سوف يبدأ في السلسلة الأساسية عند ثلاثة شرطة وفي السلسلة الثانوية سوف يبدأ من عند طريقة معاكسة في الاتجاه المعاكس خلف أو عكس اتجاه التضاعف إذن هنا سوف نبدأ في اتجاه التضاعف إذن السلسلة الأساسية يتم بنائها في اتجاه التضاعف لذلك يتم بنائها بشكل متواصل بينما في السلسلة الثانية سوف يتم البناء عكس اتجاه التضاعف لذلك سوف نشاهد أمر مختلف إذن هذه السلسلة الرئيسية مثل ما اتفقنا تصنع بشكل متواصل بينما السلسلة الثانوية نشاهد الإنزيم البادي أو الإنزيم الـ RNA البادي يظهر فيه أكثر من منطقة لأنه لن تتم بشكل متواصل لأنه يتم بناءه وصنعه بشكل متواصل وهنا هذه القطع التي تظهر معنا اتفقنا على تسميتها بقطع أوكازاكي ثم يأتي إنزيم آخر مهم جداً هذا الإنزيم يعمل على ماذا؟ يعمل على ربط هذه السلاسل المتقطعة أسميناه إنزيم ما أسميناه بإنزيم ربط الـ DNA انتقلنا بعد ذلك ليه تعرف على المبدأ الأساسي في الأحياء فذكرنا أن آلية قراءة الجينات والتعبير عنها يعبر عنها العلماء بأنها المبدأ الأساسي في الأحياء جميع الخلايا داخل الجسم داخلها نواة كل نواة بداخلها مادة ويراثية هذه المادة ويراثية تحمل صفات ويراثية هذه الصفات تشفر على شكل نسخة من الـ RNA الـ RNA يقوم بتوجيه صناعة البروتين نحن لدينا مثلاً عطينا خلال مثلاً دراستنا في الحصة ذكرنا كان هناك ارتفاع في سكر الدم لدى جسم الإنسان مباشرة سوف يكون هناك استجابة للجسم لخفض هذا السكر نحن نعلم أن هرمون الأنسولين هو أحد الهرمونات التي هي عبارة عن بروتين سوف تبدأ هذه الخلايا بتخليق بتصنيع بإعطاء أوامر لصنع البروتين أو صنع هذا الهرمون لخفض نسبة السكر سوف تقوم هذه النواة بفتح هذا الكروموسوم تشفيره إلى RNA الـ RNA يوجه صناعة البروتين الخاص بالأنسولين ليقوم بعملية خفض السكر جميع العمليات في الجسم تتم بهذه الآلية تشفر الديني إلى RNA الـ RNA يوجه بصناعة البروتين المناسب أو الضروري أو اللازم هنا يظهر معنا خطوات صنع البروتين باختصار ذكرنا في أول الخطوات تتم عملية النسخ وهي نسخ الـ RNA وتحدث داخل النواة أيضا تحدث عملية المعالجة وهذه العملية أيضا تحدث داخل النواة كذلك الترجمة وهذه الترجمة تحدث في السيتوبلازم في الريبوسومات هنا هذا المشهد يلخص لنا ما ذكرناه في عملية ترجمة وصناعة البروتين هذه النواة أقوم بالخطوة الأولى ينفرج هذا للديني ثم يأتي الـ RNA أحد أنواع الـ RNA وتم تشفير نسخة من هذا الديني إلى RNA هذا الـ RNA غير المعالج هو عبارة عن إكسونات وإنترونات يتم التخلص من هذه الإنترونات لتبقى هذه الإكسونات ثم يتم تغطية الجزء خمسة شرطة ووضع عديد الإذنين عند ثلاثة شرطة هنا ظهر لنا الـ mRNA المعالج الـ mRNA المعالج سوف يتجه في السيتوبلازم هنا يحدث معنا ما نسميه بالـ RNA الـ RNA يكون غير نشط ولكن بوجود الـ mRNA سوف ترتبط هذه المادتين مع بعضها البعض مثل ما يظهر هنا بهذا الشكل ليتتم عملية ترجمة هذا الـ mRNA تتم ترجمة الـ mRNA من خلال ما نسميه أو النوع الثالث الـ TRNA الذي يحمل الحمض الأميني في الأعلى تدخل إلى داخل الريبوسومات ليتم تشفير وقراءة هذه الكودونات ثم هنا نشاهد هنا حمض أميني وهنا حمض أميني وهنا حمض أميني تبدأ نربط هذه الأحماض الأمينية بالروابط البتدية ليتكون لدينا البروتين إذن عملية نسخ عملية معالجة وعملية ترجمة هنا أظهرنا هذه الشفرة الوراثية وذكرنا أنها عبارة عن كودونات والكودون عبارة عن ثلاث قواعد نيتروجينية في الـ DNA والـ RNA أيضا اتفقنا بأن الحمض الأميني يتكون من ثلاث قواعد نيتروجينية يتم نسخ القواعد الثلاث كلها المكونة للكودوم باستثناء كودونات UAA و UAG و UGA وهذه هي كودونات الانتهاء التي تظهر معنا هنا باللون الوردي هنا نشاهد هذه كودونات انتهاء لا يتم ترجمة إذن عندما يأتي mRNA وتمر هذا يأتي تRNA ويدخل إلى داخل خليه يترجم الحمض الأميني ثم يأتي تRNA ثم يأتي تRNA ولكن عندما يأتي تRNA يحمل أحد هذه الكودونات لا تتم الترجمة هنا تبدأ العملية تنتهي بمعنى أنه تم الانتهاء من صناعة هذا البروتين وهنا ما يظهر معنا باللون الأزرق أو AUG هي شفرة افتداء صناعة أي بروتين انتقلنا بعد ذلك يتعرف على التنظيم الجيني سواء في الخلايا البداية النواء أو الخلايا حقيقية النواء ومثل ما يظهر معنا بأن التنظيم الجيني قبل ذلك تعرفنا بأن قدرة المخلوق الحي على التحكم في اختيار أي جينات تنسخ استجابة للبيئة إذن قد يكون هناك تغيرات في البيئة لذلك هذه المخلوقات تبدأ بصناعة جيناتها طفراتها ولكن هذه العملية هذا الأمر يتباين ما بين بداية النواء وما بين حقيقية النواء في بداية النواء الأمر يكون بسيط جدا فالمنطقة الفعالة هي المسؤولة عن هذه العملية هي المسؤولة عن تشفير هذه أو تنظيم هذه الطفرات الجينية أو التنظيم الجيني داخل هذه الخلايا استجابة للتغيرات البيئية فمن خلال المنطقة الفعالة يتم نسخ الجينات استجابة لهذه التغيرات البيئية والمنطقة الفعالة هي عبارة عن قطعة من الديني تحتوي على جينات تشفر بروتينات ضرورية لعملية أيض محددة إذن بحسب العملية التي تحتاجها هذه البكتيريا يتم تشفير هذه الجينات بعكس التنظيم الجيني في الخلايا حقيقية النواء وهناك طرق مختلفة في التنظيم الجيني فمثل ما يبرز معنا ممكن من خلال عوامل النسخ أو البروتينات أو من خلال تداخل الـ RNA في الجزئية الأولى عندما نستخدم عوامل النسخ هو استعمال الجين في الوقت المناسب إذن متى نستخدم هذا الجين؟ متى نحن بحاجة لإفراز الإنسولين؟ متى نكون في حاجة لمثلا يكون الجو بارد نريد أن نرفع درجة حرارة الجسم يكون الجو حار نريد أن نخفض درجة حرارة الجسم عندما يرتفع ضغط الدم عندما يرتفع سكر الدم كل هذه التغيرات يتحكم فيها نسميها تنظيم جيني فمن خلال عملية نسخ هذه البروتينات المسؤولة عن هذه الوظائف المحددة يتم استعمال هذا الجين في الوقت المناسب لماذا؟ لإنتاج البروتينات بالكميات الصحيحة إذن نحتاج البروتينات بكميات صحيحة تخيل لو أن الجسم مثلا في المثال ذكرناه قبل قليل عندما زادت نسبة السكر وأردنا أو قام الجسم بإفراز هذا الإنسولين ولكن هذا الجسم أفرز الإنسولين بكميات كبيرة حتى أنه أصبح هناك انخفاض في نسبة السكر داخل الجسم هناك خطأ إذن المسألة ليست مسألة تشفير جينات وإعطاء أوامر للقيام بوظيفة فقط المسألة أيضا مرتبطة بعملية تحديد هذه الكميات التي يحتاج إليها الجسم للقيام بهذه الوظيفة الأمر الآخر الطريقة الأخرى الآلية الأخرى في حقيقية النوع من خلال ما نسميه بتداخل الـ RNA أو تقطيع الـ mRNA لعلكم تتذكرون ونحن نتكلم عن الـ DNA والـ RNA ذكرنا الـ DNA والـ RNA كلهم مكونين أو يمتلكون أو الوحدة الأساسية لهم هي النيوكلتيدات النيوكلتيدة عبارة عن ثلاثة أجزاء مجموعة فسفات وقاعدة نيتروجينية وسكر رايبوز ولكن سكر رايبوز الموجود في الـ DNA كان منقوص الأكسجين كان مؤكسد الأكسجين لذلك نسميه ديوكسي نيوكلك أسد منقوص الأكسجين بينما في الـ RNA رايبوز نيوكلك أسد عبرنا عنها بهذه الطريقة في الـ DNA كان هناك شريطين بينما في الـ RNA كان هناك شريط واحد ولكن في هذه العملية سوف يظهر لدينا RNA مختلف يمتلك سلسلتين من هذه الأشرطة الـ DNA عبارة عن سلسلتين الـ RNA عبارة عن سلسلة واحدة منفردة ولكن هنا في تداخل الـ RNA يكون هذا الـ RNA عبارة عن سلسلتين هنا تأتي الأجسام مباشرة بإعطاء أوامر لتقطيع أحد هذه السلاسل لماذا؟ لتوقف الأمر الذي أعطاه الخلية مثلا الخلية كانت بحاجة لفعل إفراز إنزيم لعملية هضم ولكن الخلية استجابة لأمر ما أرادت التوقف عن هذه العملية أصبحت ليست بحاجة لهذه العملية مباشرة تعطي أمر لتقطيع هذا الـ RNA لكي تتوقف هذه العملية ولا تتم هذه العملية فتداخل الـ RNA نستطيع تلخيص المسألة عندما يكون لدينا RNA متداخل نشاهدها للأعلى والأسفل يتم تقطيع أحد الـ RNA أو هذه السلسلتين ومنع ترجمة الـ RNA ثم انتقلنا بعد ذلك لنتحدث عن الطفرات هذه الطفرات تعرفنا عليها حتى في الصف الأول ثانوي ذكرنا بأن تغير مفاجئة وعشوائي في ترتيب السلسلة الـ RNA فهي تغير دائم في DNA الخلية ولكن الطفرات هناك أنواع منها عندما نتكلم عن الطفرات النقطية الجينية هناك طفرات استبدال وهناك طفرات إزاحة في مستوى طفرات الاستبدال ذكرنا بأن طفرة استبدال فيها زوج قواعد أو يستبدل فيها زوج قواعد بآخر ولكن هناك طفرة استبدال حساسة وهناك طفرة استبدال غير حساسة طفرة الاستبدال الحساسة تتغير الشفرة الوراثية إلى حمض أميني آخر نتيجة خلال الماء بينما الغير حساسة يتغير كودون الحمض الأميني إلى كودون توقف مما يؤدي إلى توقف الترجمة مبكرا وتؤدي إلى بروتينات لا تعمل بشكل طبيعي على مستوى طفرات الإزاحة هذه الطفرات تتضمن كسب نيوكوليتيت واحد أو خسارة هذا النيوكوليتيت وإما تكون طفرات إضافة أو طفرات حذف على مستوى طفرات الإضافة هي إضافة نيوكوليتيت إلى تسلسل القواعد على ديني أو فقدان نيوكوليتيت من تسلسل القواعد على ديني أيضا هناك نوع مختلف من هذه الطفرات نسميها الطفرات الكروموسومية وهي الأجزاء الكبيرة من الدينة التي تشترك في الطفرة مثل الحذف، الانتقال، التكرارات المتتابعة فعلى سبيل المثال في الحذف هي حذف قطعة من كروموسوم تحوي جيناً أو أكثر من الجينات بينما الانتقال هي انتقال الجينات إلى موقع مختلف على الكروموسوم أو كروموسوم آخر فيما يتعلق بالتكرارات المتتابعة لعلناكم تذكرون الكروموسوم الذي برز معنا كأنه كروموسوم يتدلى من جزء هذه الكروموسومات أو التكرارات المتتابعة هي زيادة في عدد نسخ الكودونات المكررة وينتج عنها أمراض وعلى مستوى نواع طفرة الخلايا قد تكون هذه الطفرات في الخلايا الجسمية وقد تحدث في الخلايا الجنسية إذن هذه الطفرات من الممكن أن تحدث في خلايا جنسية وممكن أن تحدث في خلايا جسمية ما الفارق ما الأثر عندما تحدث عن الطفرات التي تحدث في الخلايا الجسمية هي الطفرات التي لا تنتقل للأبناء ولا تورث للأجيال التالية بينما الطفرات التي تحدث في الخلايا الجنسية في الأمشاج هي طفرات من الممكن توريثها للأبناء ويتم توريثها للأجيال التالية أيضا تحدثنا في هذا الفصل عن الهندسة الوراثية وذكرنا بأن تقنيات تتضمن التحكم في جزء الديني لأحد المخلوقات الحية وذلك بإضافة ديني خارجي أي بمعنى ديني من مخلوق حي آخر وهنا استعرضنا سوياً آلية الهندسة الوراثية من خلال أنه ذكرنا في الخطوة الأولى القطع بواسطة انزيمات القطع ثم عزل هذه القطع كذلك الربط مع جزئات الدينية الخارجية والجديدة أيضاً تحديد التسلسل الذي نريد أن نربط في هذا الجين أيضاً تعرفنا على التقنيات الحيوية ذكرنا نقصد بها استعمال الهندسة الوراثية لإيجاد حلول لمشكلات محددة وأبرزنا مجموعة من الأمثل على المخلوقات المعدلة الوراثية ولكن هنا نستعرضها بشكل مبسط ذكرنا بأن مخلوقات حية تم تعديلها بواسطة هندسة الجينات من خلال إدخال جين ماء من مخلوق حي آخر وانتهينا في دراسة مكررنا عندما استعرضنا مشروع الجينم البشري وذكرنا بأنه هو المعلومات الوراثية الكاملة في الخلية وعندما تعرفنا على هذا المشروع بشكل مبسط نذكر أنه عدد الكرموسومات في الإنسان مثل ما تعلمنا 46 كرموسوم وعدد النيوكوليتيدات ثلاثة مليارات تقريباً بينما عدد الجينات في الإنسان يتراوح من 20 إلى 25 ألف جين هذا المشروع يهدف إلى تحديد تسلسل وترتيب ثلاثة مليارات نيوكوليتيد تقريباً وتحديد جميع الجينات البشرية بهذه الجزئية نكون قد وصلنا لختام مكرر يحياء اثنين ثلاثة فالحمد لله على التمام تعلمنا أن الخلايا هي وحدة البناء للمخلوقات الحدي أنتم طلاب وطالبات المملكة اللبنة الأساسية للوضن لتحقيق طماحاته وتطلعات قادته أنا رعد النفاعي وكل من شاركني من الزمل في لغة الإشارة نستودعكم الله رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك